بمزيد من التوضيح ينضم إلينا مراسلنا في ذيقار أحمد السعيدي أحمد مرحبا بك أحمد من خلال تغطيتك لملف التظاهرات هل هناك مؤشرات لعودة الاحتجاجات خصوصا بعد انتهاء مهلة الحبوبي وقصة اختيار المحافظة الجديد مساء الخير علي نعم المؤشرات واضحة لهذه العودة واليوم متظاهرون الحبوبي يعني نصبوا عددا من الأقواس الحديدية تمهيدا لنصب الخيام خصوصا بعد أنهم استيقنوا أن لا جديد في هذا الملف وأن الحكومة والأطراف السياسية غير ناوية على حسم هذا الملف رغم المساحة الزمنية التي منحت لهذا الخيار بعد أن حدد متظاهرون الحبوبي خمسة مرشحين كأسماء مطروحة أمام رئيس الوزراء اختيارها لكن الحكومة حتى اللحظة لم تحسم هذا الملف وسط تسريبات تقول أن الحكومة يعني عاجزة حتى اللحظة عن حسم هذا الملف بسبب التداخلات السياسية وبسبب المطالب الصعبة من القوى السياسية القوى السياسية حتى اللحظة يعني تعتبر اختيار محافظ من ساحة التظاهر يعني غياب للمحافظ المستقل والذي اشترطته هو في مناغمة للشارع تعتقد أن حراك تشريين أصبح كيانا سياسيا وبذلك هو بعيد عن عملية الاستقلال وبالتالي الحكومة وكل الأطراف هنا ستخسر يعني مشهدا يعني أحمد أحمد إذا تسمح لي نعم نعم أحمد ذكرت بأن المحتجين بدأوا بنصب الأقواس في ساحة الحبوبي أحمد سمعنا أن هناك مفاوضات جارية بين الجيش وتشرين لعدم عودة خيام الاحتصام إلى ساحة الحبوبي هل لك أن توضح ذلك؟ نعم هذه المفاوضات حالة وصول أقواس الخيام جاء يعني مجموعة من ضباط الجيش القريبين من ساحة الحبوبي والذين يتمركزون منذ أشهر لحماية الساحة وحاولوا إقناع الشباب بعدم نصب هذه الخيام هذه الخيام حضرت لنهاية المولى التي تنتهي يوم غد وهناك على ما يبدو هناك إصرار من الساحة على عودة الخيام نعم واضح جدا وبالتالي أريد أن أعتذر لضيق الوقت لكل ما تفضلت به أحمد السعيد من ديقار شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر